سلام 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 عليكم معكم موسى الحلو بفيديو جديد من وحي الطبيعة بدنا شي صخن الله الله بسم الله شكراً وشي على الدعم وعلى رسالي الحلوة على الفيديو اللي راح وشكر خاص لكل واحد علق بكلمة بولمو بليرة هذا دليل انك اخترت الفيديو للأخير لايك بعد الفيديو راح اختار كلمة جديدة بس والله هذه حلوة ها يعني وهي اثنين بنات عبيبوس وفا اه ايه وصلنا على الجزيرة مثل ما احكيت بالفيديو الماضي حوالي ساعة 11 الصبح اخدنا طريقة هيك جبل طلوع انو نحن ما منعرف الجزيرة راحنا باتجاه الضيعة اللي موجودة هونيك كان فيه مثل هيك بلدية صغيرة بلا شو يسجلوا اسامينا وياخدوا معلومات وبعدها قالوا لنا بتستنوا برا لطعونا بالشمس تقريبا حوالي 3 اي ل 4 ساعات شان ناخد برونزاجة يعني مو حلوة في داخلين على اوروبا هيك شكلنا ابيض شوي اجت بعدها باخرة قالوا اننا بتطلعوا هلا بالباخرة والباقي علينا راحنا والله بهالباخرة تقريبا 4 ا 5 ساعات تجاه جزيرة الباخرة حطيت راسي ونمت تفرج على البحر وانا وصلنا على جزيرة بس بتوقع كانت جزيرة ساموس لانو قد اللي نزلت هاي السنة على جزيرة ساموس نعاد الفيلم عندي المناطق اللي شفتها قبل 5 سنين رجعت شفتها مرة تانية فبتوقع وصلونا على جزيرة ساموس بعد ما وصلنا على جزيرة ساموس اخدونا على منطقة جنب الميناء فصارنا ندور على كرافانات للعائلات مشان يناموا فيهم كان فيه ناس كتير متطوعين من اوروبا من نرويج من النمسا من المانيا من انجلترا فكانوا هن يساعدونا انو نلاقي خيام ونلاقي كرافانات للناس فصار تقريبا الليل والكل لقى محل وركتبنا امورنا أنا هنا نأس إتفرطة من النأس متة صرت انام وأنا واقف تذكرت أنو أنا ما عندي محل عدد ساعدت العالم كلها بالمحلات وانا ما عندي محل متل الاهبل أنام فيه لق Comment did I get wid and eat امعلم روحوا وشوفونا محل فراحت بقى على دول المطوعين وктالت له أنا ما عندي محلك دبرت للعالم كلها محلات إلا لحالي مقاق لي مبين عليك زكي انت را Vieتهم جاابلي خيمة وقاللي هي خيمة إلك زبطه بشي محل ونام راح تحطيت خيمتي على البحر تمام ولاقيت شزلونج بيجي متل تاخت تبعوت البحر حطيته جنب خيمتي صار عندي مصيف لحالي والله نمنى هالليلة بساموس والامور كانت ماشي حالة كله تمام الصبح دق علي عالم على الخيمة عبيسالوني اذا بحكي انجليزي قلنا لهم اي يعني بحكي فطلعوا هدول من منظمة اطباء بلا حدود عبسالوني اذا بحكي انجليزي لانه في عندهم حالات جاية ومع بيعرفوا يوصلون للفكرة فقالولي اذا في مجالة ترجم راح ترجمت معهم حالة حالتين ثلاثة لقيت الموضوع حلو فكملت معهم اليوم للاخير وسألوني اذا ممكن مثلا كل يوم اجي اساعدهم خلال فترة اقامتي سياحية بساموس قلتلون طبعا وقته كتير وانا لاها بالمرصد دي حصرت والله اتسلى يعني هيك ما في شيء اساوي اروح اترجم مع هاي المنظمة وهنا كانوا كتير حبابين توقع في عندي صور اليون فبوقتي عرفوني على المطوعين التانين بالكمب وصرنا نسهر كل يوم عند حيمتي ناس تتمدد على الشيزلونج ناس قاعدة على الارض شاي وقهوة وكله رواء كل يوم نسهر للساعة انتين بالليل وبحيمتي بالمناسبة صارت الدنيا عتم وانا لساكني موجود جميلون جدا فبعد ثلاثة يام عطونا الخارطية اللي فيها ممكن الروع على اثينا وبنفس النهار اللي اخدنا الورقة حجزنا وطلعنا على اثينا اول مرة كانت الي بطلع بباخرة بتشبه التايتانيك انا فكرت هي التايتانيك اصلا باخرة عملاقة وحلوة اضاءة وهيك وانسه طلد انا فكانت هي اول مرة الي بطلع بباخرة وبالمناسبة الباخرة صورتها انا باخر فلوك بليونان السنة هي راح احط هون رابط الفيديو ممكن تشوفه بعد ما اخلص يا فنان انت المهم طلعنا بالباخرة وانجد كانت رواه حلوة الباخرة كتير تقريبا 11 ساعة او 10 ساعات وصلنا على اثينا باثينا مجرد ما وصلنا راحنا انا وشبه جزنا باس كامل للجروب كله انو اني قالوا لي كونك انت بتحكي انجليزي خلص انت تصرع مشان نطلع على الوجه اللي بعد اللي هي مقدونيا وطلعنا تقريبا شيء 45 شخص بالباس على مقدونيا ببعرش اطول معنا الطريق لانو نمنا نحن بالباس طول الوقت هون كانت الدنيا ليلوة اللي وصلنا على اثينا وهي كانت الخطة يعني طبعا تبع المجموعة انو ننام دائما بوسيلة المواصلات اللي ناخدها ما نوقف على الطريق المهم نمنا طول الطريق تقريبا من التعب طبعا بالباخرة كمان قضيناها نوم رشفة من القهوة وصلنا الصبحيات تقريبا بين العشرة الى 11 الصبح على مقدونيا وكان في عالم امم ففكرنا اوه شي انو راح نستنى يعني اذا من نستنى من ننضل شلو من كان 4-5 ايام بس لحسن حزنة كانوا عبيدخلوا بس السوريين والعراقية والايرانيين على ما اعتقد على مقدونيا ناسو باقي العالم من المغرب العربي من افريقيا كلهم خلينونا برا استنينا تقريبا نص ساعة دخلونا على مقدونيا وكانوا حاطين هيك خيمة كبيرة وفي مقاعد قعدنا فيها استنينا لبين ما يجيبونا الورقة تبع الطرد طبعا بس تفوت انت على اي بلد في منظمات فورا بيجيبو لك مثلا تفاح خبز يعرفوا العالم مثلا جوعاني على الطريق وما في سبر ماركت وهيك فدخلنا على مقدونيا جابونا هالتفاحات وهالطون وهالخبز قعدت العالم اكلت وبعد تقريبا ثلاث ساعات للأربع ساعات جابونا الوراق وقالونا هلا ممكن تطلعوا من مقدونيا ومن هناك في مباشر محطة للقطار خدنا القطار من مقدونيا وطلعنا تجاه صوربيا من مقدونيا لصوربيا ما طولت كتير كان شغلت ست سبع ساعات هيك شي صارت هون الدنيا كمان ليلت هيك مثل هاد الجو كان فيه برد بصوربيا مو طبيعي فمن مقدونيا لصوربيا في منطقة هيك فيه ونهر صغير لازم تقطع النهر هاده مشي وع البرد فمشينا قالونا لازم تمشوا وهنيك كانت غابة يعني فجمعنا احنا وغروب تاني صار عددنا تقريبا بالستين سبعين شخصة مشيو الزلم على الطراف مشان زي حدا اجا وكلنا شلنا عصي بالطريق وضلينا ماشيين فالحمد الله ما صار معانا شي بس كانت صعبة قطعت النهر لانه تعبينا وحل ومي وبهدا ليه صلنا على صوربيا بصوربيا فيه نسبة المسلمين منيحة اول ما وصلنا كان فيه جامع بتذكره وطلعوا علينا العالم وصاروا يستقبلونه واجوشوا فياري التكاسي حرام كانوا كمان الصورب كتير مناح معانا حطونا كمان اكل ومي وهيك اخدنا بوقت هتكاسي من هونيك على منطقة تانية بصوربيا ما بعرف ايش اسمه بس هونيك كان فيه مثل كمب تاخذ منه هاي الورقة ورقة تطرب يلي فيه ممكن انت تكفي طريقك فارحنا هونيك على هاي المنطقة اننا له انه نحن اللاجئين هيك 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 وضعنا قالونا اوكي استنوا هلا بنعطيكنو الوراق فاستنينا لبين ما عطونا الوراق هون صارت بقى الدنيا ليل بحدود الساعة 10 اي 11 فاخدنا الوراق وجدنا منه نطلع على كرواتيا بس قالوا انه كرواتيا حاليا ما فيك تطلع عليها لانه الباصات بيجوا الساعة ستة الصباح ونحن كان الوقت تقريبا 10 اي 11 بالليل ما في باصات ما في اي طريقة تانية انك تطلع علي كرواتيا بس نحن كنا كتار وبدنا محل نام فيه فانناهم بدنا محل نام فيه قالونا هون ما في حدا بينام كل العالم عبتظلم كملي عبتجي بنهار وبتظلم كملي مباشر فكملوا انتو كمان قالونا ما في باصات وين نكمل فصار بنقاش بيننا وبين الاشخاص المسؤولين عن هذا الكامب وعلى في محل ما في محل اخر شي يبعتونا هيك على مكان بقلب الكامب فيه خيام عساكر صغيرة قال ناموا هونيك دا بروحا لكم فاننا احسن من بلا يعني البرد عن جد قارس كان هونيك رحنا يا معلم على الخيام ريحة الصنة كانت بالخيام واصلة لكرواتيا يعني الله لايرويك فاجينا شو يا شباب نام ما نام ابو حسين قال فوتوا وناموا قولوا الله معلش فتنا يا معلم وريحة الصنة طاوش المكان بس بدك تنام بتعبان وما في محل منحصنا الحظ انه معانا كياس نوم ومجهزين امورنا بس البرد قاتولي فتحنا كياس النوم بطينا راسنا ونمنا انا بتذكر حالي بهديك الليلة والله ما نمت انام 15 دقيقة 10 دقايق ارجع عفيق من البرد تخيل حالك انت عكتر مانك بردان تفيق من النوم ما تحسين تكفي وارجف طول الليل طلينا للستة الصبح لحتى بلش ويجوا الباصات فقنا الصبح كياس النوم تابعنا صغيرة مي من كترر طوبة والبرد كلهم مندي صغير مي ميتين من البرد فقنا بس يعني مشينا امورنا رحنا باتجاه الباصات خدنا باص وطلعنا فيها على كرواتيا كرواتيا كان الوضع مو كتير ظابع لانه وقت اللي فتنا كانوا كمان مسوين هنقارات للعالم بتصف بالدور وبتستنى وكانوا عب يسويوا شغلة حقيرة انه يفرقوا العالم عن بعض المجموعات كله يفرقوه حتى بتقوله انه هاي عيلتي فكانوا يفرقوه فرقونا نحن على مجموعات كل مجموعة وقفت بهنقار وانا اول مرة بحياتي بشوف بني ادم طوله فوق المترين من دون مزح الشرطي الكرواتي طوله تقريبا بين المترين والمترين وعشرة مترين وعشرين يعني هيك كنت اطلع عليه والله بالسماء بوا يا معلم وكانوا هيك جهمين وواه يخرب بيتك ان شاء الله قعدوا فرقونا وجيت انا ضليت مع عيلة من حمص لايس كروم بالخير وقفنا مع بعض على الدور عام اجا والله الشرطي الحقير وقال طلعوا انتو العيلة وانت خليك وقف هوني فهني حرام صار يقولوله هدا معانا هدا من العيلة قالوا نروحوا وكملوا والله خلاني لح عالي وتستنى تاخد الورقة تبعك وبعدين بتروح بيقلك روح على مثلا على القطار رقم كذا او على الفراغوني رقم كذا استنيت اخدت الورقة تبعي انا هون طبعا صرت لحالي طلعونا بباصات والباصات هاي اخدتنا على محطة قطار من 1900 ودفرة قطارات قديمة من الحرب العالمية التانية وهم والله صاروا ياخدوا العالم مجموعات مجموعات يقولون انتو طلعوا بهاي الفراغوني انتو طلعوا بهاي انتو طلعوا بهاي انتو طلعوا بهاي طلعوني بفراغوني فيها فوق الالف الفين ثلاثة الاف شخص ما كان في محل تقعد فيه يعني كان على الواقف القطار كله والناس متل السجن الناس تبرك تريح شوي ترجع الناس توقف بالدور والمصيبة الاكبر كانوا كلهم افغان وايرانية وناس بتحكي لغات اللهم ربي عافينا الناس اللي بعرفة كلها راحة تفرقت حاولت اني امشي وتقاتلت مع عالم بقلب القطار لانه بدي احاول اصل للفراغوني التانية كانوا حتى حاطين شرطة بين الفراغونات مشان ما حدا يروح على فراغوني تانية ما بعرف اشو كان الغاية منه خايفين انه يكون في مجموعات ارهابية بس المهم ما كانوا يخلونا انه انضل مع بعض عادة تولى بهاي الفراغوني ست ساعات هيكي شي اوقف على حيالي وشي ابرك بس هيك طول الوقت لانه ما في محلو الناس راسطتك من اليمين ومن اليسار اسوأ لحظات كانت بالرحلة هي هي اللحظة يعني كانت اسوأ من الموقف اللي عدينا فيه بالبحر والمصائب اللي صارت في البلوم ما كانت مثل هيك لانه صرت اتخيل بيني وبين حالي اقول بلك يا رب هيك فيه من النوم والألاقي حالي عند اهلي وخلص هذا يطلع حلم فاجبر حالي اني انام بل عشدة ربع ساعة بس ما بدي اعيش هالظروف هي بعد تقريبا ست ساعات من المعاناة وصلنا على سلوفينيا وبسلوفينيا كان كتير فيه شرطة وبلشوا يفتشوا تليفونات العالم ويفتشوا غراض العالم فتت انا على دوري عالتفتيش ولا اشوف ابو حسين يا محمد كأنه رجعتلي الروح ابو حسين ها وقت اللي شفته لابو حسين قلت والله لا اروح معاه لو ايش ما كان وشفت كزا واحد من مجموعتنا المهم صرت اسح والحالي لبين ما فتت عالدور اللي فيو ابو حسين والشباب التانيين التأينا والله فتنا فتشونا خلصنا تفتيش عطونا الوراق قالونا اروحوا كملنا بقى اخدونا على منطقة يعتبر هو مثل كامب عسكري ونيك نمنا لأول مرة من حوالي الاسبوع على تخوت كان في تخوت عطونا اكل كان في حمامات تحممنا كمان لأول مرة من اسبوع بمي صخنة يعني كان عيد وقعدنا احطونا بغرف بتخوتة وابو حسين يحكي لنا بهالحكاية ويحكي لنا بهالنكت من كتر التعب بوقتها كنا عم نضحك ونمنى ونحن عم نضحك يعني وما حسينها بالوقت الدنيا صارت ليل وانا قاعد لحالي هون الليل ماذا طلع له اشياء الله علي والله ما كنت بضل دقيقة لو ما عم بصور بس ملتهي بالتصوير انا وماني حاسس بالخوف والله بلشنا نفس هاي اروح نكمل القصة بالبيت خلينا نكمل القصة بالبيت لا تنسى تحط اللايك ها مراقبك انا حط اللايك قدر جهودي هون انا بين الجنون والانس والحيوانات اعوذ بالله من الشيطان رجيب الليل يا عنا اه والله انا اروح اروح البيت خفت صراحة هاي وقعت على رجلي وفكرت حدا طربني الفيديو الجاي راح اكمل من سلوفينيا على المانيا سلام بسم الله اشتركوا في القناة